تحية كبيرة لكم ونابجدي وعلى قدر المحبة يبقى الحب كبير بالرغم من الإيجابية الكبيرة في عنوان الأغنية وفي حزن في عنوان الكتاب للحزن أجنحة سوداء الحزن اللي دايما مرتبط باللون الأسود في حالة الحداد في حين إنه كثير من الناس بتشوف إنه اللون الأسود هو ولون ممكن يكون أو يمكن لبسه في الاحتفالات الخاصة أو في المناسبات الفخيبة باعتبار اللون الأسود لون عنده خصوصيتهم لكن عموما فقرتنا اليوم نبحر في عوالم الكتابة ونسرح مع الكاتب في خياله البعيد جدا استوقفتني مجموعة من العناوين لقصة القصيرة جدا أو قصة القصيرة الموجودة معي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم وسعيد جدا بغيدي بينكم وعبركم بحيي السادة المشاهدين وأتمنى لكم بريف أهلا بك الليل أسود والحزن أسود وكتابك عنوان للحزن أجنحة سوداء هي محاولة هروب من الحزن ولكن ليه الأجنحة السوداء العنوان اسم شجي ممكن نعرف تفاصيل وفلسفة اختيارك للعنوان والله دايما بقول العنوان مع تبط المص نعم يعني دايما الكاتب بحاول أنه يختار العنوان يكون جازب للغارب نعم يعني جازب وما يكشف غطاء المص أي فالدي قصة واحدة من المجموعة للحزن أجنح السوداء فما كل المجموعة يعني حزينة وكده لكن دا زي ما تقولي شرك للغار يعني عنوان جازب أيها عنوان جازب ويشوف تفاصيل المجموعة تمام واحدة من العناوين اللي استوقفتني حقيقة وانا بقلب في الكتاب الرسم لا يعرف شهادة الزور دي قصة يعني قصة يعني تتكلم عن واحد أصب مرتري وجاء الزوج زول أبو جمه يعرف عنه وبلغ واحد مجموعة بحين عليه في الشارع وكده بيزاعدوا المجموعة ترصم ففي النهاية اكتشف أنه الجانب المضيء من حياته هو الجانب المظلم لشخصية هذا المجنون كل واحد فيه نواقص هنا بكملة الثاني ايه يمكن يكون آخر عبارة انت ختمت بها الغلاف برضا جميل احنا نقراها على المشاهدين أخبر زوجته عن انبهاره بمجنون في وسط المدينة هل هي دي نفس القصة؟ دي في القصة تمام بريشته البديعة يصنع سحرا دفاقا يرسم على الحيطان والأوراق صورا وخطوطا مدهشة عميقة الأثر نصحته أن يبتعد عن عالم المجانين مهما يقدم من دهشة وسرور أفعالهم لا أمان لها إبداعاتهم إنعكاسات لمعالمهم أو لعالمهم المهزوز المضطرم الجميل في القصة أستاذ إدريس يعني أنت رسخت لفكرة يمكن التعامل مع المجنون في حين أنه في المجتمع الناس بتخاف من المجنون وبتبعد عن أشياء حتى لو كانت جميلة والله دائما الكاتب بكتب عن الجانب المظلم والجانب القبيح عشان نقوم نضيء إلينا الطريق يعني إحنا بنتب عشان نقوم نزيل القبح الموجود في وجه هذا العالم أكيد لو كان الدنيا عزيزة ونبيا وجميلة ما كان يتوقفنا عن الكتابة كان كثير من المهن نعم يتوقفت نعم للحزن أجنحة سوداء خلينا نتكلم عن مشروعك ككاتب أستاذ إدريس علي بطريقة متجددة وحديثة والله أنا مشروعي جايد على القصة القصيرة نعم يعني أنا معينه كثير من الناس نبهني إنه ممكن أكتب رواية لكن أنا مخلص تماما يعني للقصة القصيرة وكنت منبهر جدا في عزازة كبارة يعني صبغاني في المجال وأستاذنا الكبير علي المك وملهمي الأول الأستاذ زهاد طاير القاسة الكبيرة العظيم زهاد طاير ربنا يرحمه ربنا يرحمه شكرا فنهلت منهم كثير جدا يعني أسرار من سجن النساء أبو كارنكي سرقة أحلام النازحين أنا عندي فضول أعرف الشكل الإلهام للكاتب من العناوين المبهمة البسيطة والجميلة يعني البصمة المؤثرة شنو في حياة تدريس علي؟ والله يا أخي أنا هذه كل الساعة ما عملت بصمة في القصة القصيرة لكن بيتمنى جدا أنه أترك يعني أترك عمل ضخم إن شاء الله في القصة القصيرة إن شاء الله إن شاء الله قرية تحت الماء قرية لا مشت الصفحة معرفة قرية تحت الرماد تحت الرماد ما شفتها باقي طب أستأذنك تقرأ لنا شوية بس نشرك معنا المشاهد في لغة الكتابة وطريقة الكتابة للقصة القصيرة فاختار على توقك لأقرأ لكم فقد عقله الرص لا يعرف شهادة الزرور فقد عقله بسبب عشقه الخرافي لآنسة تخلت عنه في منتصف الأحلام كان وفياً لها خسلده تمتضى صهوة الجنون يجوب الشوارع والأسواق ومحطات المسافرين وجه مألوف لدى الجميع يجيد الرص على الجدران والأوراق ليعبر عن حزنه المضبوط بلوحات زاهية تعبر مشاوير الخيال البعيدة يضع ريشته جانباً بعد فراغه من الرص يصرخ ويضرب يده كفاً بكف ثم يطلق ضحقة هستيرية تايها اسم محبوبته الخاينة ليلى ليلى يا ليلى ريدك جمر حيا يرمي عليها كل العتاب واللوم يصمت لسواني ثم يضع يده على رأسه ويجهج بالبكاء حضرة الأفندي عضوف على هذا الشاب لدرجة الشفق عليه فحالته يرسى لها يلعن الحب والظروف وتباً للحبيب التي تركته وحيداً تايهاً تلتهمه قصة الأيام لا يملك الأفندي حلاً ولا سحراً لينشله من واقعه المأزوم ولكن يغدم له بعض المساعدات يعطيه ملابس غديمة ليستبدل سيابه المهترية وحياناً يجلب له بعض الطعام والمياه المعدنية ولكن عندما يحاول أن يعطيه بعض المال يرفضه المجنون بشدة ويظهر غضبه واستنكاره لهذا الفعل ويقول لو أنت صحبي بجد الفصول البايخة دي خليها للأفندي قصة حب أخرى مشابه لقصة هذا الفتى المجنون أحب فتاة جميلة منذ زمن مضى كان متيماً بها خلعت دبلة الخطوبة جهراً غزفتها في وجهه بكل إهانة ثم غالت الدينا امتهى والجواي كمل خلص حاول استنطاقها ليعرف سبب الخلافة العابر بينهما لكنها أوصت كل أبواب العشم مضت في حال سبيلها وترقته يعضي بنانا الندم صارت النهاية الحزينة لغزاً لم يستطع فك شفراتها فشل لجميع المعادلات واللوغرسيمات أدرك أن الحب لا علاقة له بالمسائل الرياضية هو شعور إنساني مثل الغيمة قد يغطل هنا أو تسوقه الرياه ويغطل في بستان الآخر حبيبته من ذاكرة الزمن أجهضت أحلام الأفندي تركته غارغاً في أحزانه تلطمه أمواج الخيبة والخزلان غادر البلد مكرهاً لم يعد إلا بعد عشرة سنوات من يزوق طعم الصدمات وطعم غادر العشق يرق قلبه لكل عاشق مهزوم أو مجنون ممكن نكتفي عشان زمن الحلقة نقدر نتعرف عليك بصورة أكثر شكراً لك حنواصل أكيد في الحوار عنك طيب لو طلبت لك تكلمني بصورة عامة عن الكتاب يعني عنوين مختلفة وزي ما قلت الاسم هو فزلك للقارئ على أساس أنك تجذبه للحزن أنها سوداء لو جئنا نفصل الكتاب يعني القصص اللي نحن نلقاها هالقصص المجنون اللي هو بيرسم والرسم لا يعرفش هذا الزور أما الشخص اللي ممكن يكون أبو كيرنكي إذا فهمتك صاح أنه هي إعاقة حب يتخلص منها ولا أسرار من سجن النساء ولا القرية اللي ممكن يكون فيها نوع من الحزن أو فيها بالجانب المظلم أو الجانب الموضي اللي حضرتك ذكرته اللي هي قرية تحت الرماد الكتاب شنو عبارة عن شنو بالضبط كده في تفاصيل قصص القصيرة الداخله الكتاب هي بتحتوي يعني عنوين بمختلف الاتجاهات يعني بتتكلم عن العنصرية الحب الجهل الفقر المرض النزوح فدي يعني قصة بتكون لها مدلولاتها يعني طيب خلالة ومدلولة معي فتأثرت بمنه؟ أو علي هل نسأل إدريس علي بمن تأثر من الكتاب؟ والله أنا بحب جدا يعني القصة العظيم يعني زي ما قلت لك الملهمة الأول زهاب طاهر علي المق قريب كتير برضو لبركة ساكن فلو كتاب يعني فيه كتابها في مجال القصة القصيرة بجت يعني واحد استفاد منه تمام بتفتكر البيئة ممكن تكون لها دور في تشكيل اللونية المعينة اللي بكتب بيها أي كاتب سواء كان كاتب قصة أو كان شاعر؟ بالتأكيد هو البيئة بيكون الكاتب يعني الكاتب من بيئته يعني فيه كتير يعني من الكتاب فعسى اللغامة الكبيرة الطيب صالح يعني لو نلقاو بأنه تحدث عن القرى الشمالية ببركة ساكن بكون في القضارف فالكاتب بتأثر يعني ببيئته استيلا يعني ورد استيلا قطيانو في مجال القصة القصيرة كتبت كثير عن النزوح يعني عن النزوح والحرب فالكاتب ابن بيئته أكيد طيب اللغة البسيطة اللي هسا يعني استنتجناها من جرايتك لواحدة من القصص أو لسا اللي هي ما كمل لها هل هي مكسودة وفيها بالعامية؟ قلت لي يا أخي الكاتب ما ما أظيم هو الكتابة برجع بيد الكاتب صغافة الكاتب بعدين اللغة البسيطة يتتك Famofa إننا أنا في مجتمع بسيط يعني يعني التكاف انا الشخصيه هي اللي بيتحدد أنه أنا أتحدث ذلك لغة هل نتمرد من الكاتب بيكون مرات؟ والله يا أخي هو ما تمرد لكن الشخصية بيحدد لك أن ناصر لغة طبيب بيختلف عن اللغت العامل بيختلف عن اللغة على حسب الشخصية على حسب الشخصية والبحددت لك بأنك أنت بتتكلم مع تلوقتي تمام غير للحزن أجنح سوداء هل في كتب في الطريقة جاي إن شاء الله والله يغي قريبي إن شاء الله يعني ما فضلك كثير فهو مشروع يعني مشروع ضخم إن شاء الله في القصة القصيرة من هنا بشكر يعني كل الأزاز اللي يوقفوا معي والدعاء وموني وإن شاء الله يعني أحقق ألف البالي إن شاء الله إن شاء الله طيب أنه على الكتابات المفضلة عندك والله أنا أرد بحب الواقعية السحرية يعني الحاجات الموجودة بيناتنا تحدث عن لأنه بكون آلامنا أحلامنا خيباتنا يتحدث عن كلامنا ويتضبط تمام طيب بالنسبة للكتاب يعني هل أي كاتب يفترض يكون عنده مشروع كتابي واللي هي مجرد كتابات تدوّن في قصاصات وفي يعني بعض الكتاب ممكن يكون لسه بقول ليك أنا ما أصدرت ديوان أو لسه ما طبعت النسخة والله بعض مرات هنا البيئة ذاته ليه أسرف سيء جدا على كثير من الكتاب في كتاب كتيرين مميزين يعني لكن ما قدروا بأنه يطبعوا لأنه البلد ذاته يعني إنك كوداك إنك تطبع بي حاجة صعبة جدا جدا مع الظروف الصعبة دي فهو المشروع اللي هو ما لجيت مساعدة من ناس ما أظن اكتمل يعني أنا جاء حلقة متكاملة طيب أنت يا دريس علي يعني خلينا نجيف على العراجيلة اللي ممكن تكون لاجتك في كتابة أو في طباعة الكتاب دعفون والله أنا أنا بكي بمي من بدري الهاتين قام الصدمة بمصنفات يعني المصنفات الفنية والأدبية الزمانعية يعني ما ممكن لأنه في كتابات لو ما في ظل حرية ما ظل تقدر تكتب يعني أكيد هتعاني كتير جدا في حفظ الحقوق في تسجيل النصوص نفسها قصدك ولا تكسد شنو لا يعني إنه إنك لو قبل الصورة إنت لو طرحت فكر ما بيتماشى كام مع النظام البيت بالتأكيد كام ما ما بتلقى المواضع يعني قصدك آي تمام تبرايك شنو تختار لنا قصة تاني وتسمعنا هاي خيب تستلغي على ظهره في حالة إغماء مظهره يحس على الشفغة والعطف كل العيون تراغبه من بعيد وتوجس وغلق إنه الخوف من فيروس القورونا وما أدراكم القورونا كبل كل الشهامة لتقديم العون والنجة جاء الأطرش مهرولا حافي الغدمين يضرب كرفيه على خديه ويقفز عاليا على أمشاط غدميه من الزعر يخرج أصواتا غير غادلة للترجمة عرفوا من جوهر الموضوع إن هناك أمر خطير على غير العادة ذهبت مجموعة مفزوعة معه والأطرش يتحدث بلغة مرعبة ومخيفة والوصف والإشارة وجدوا جمهورا غفيرا في المكان على بعد 20 مترا من المصاب أصبحت الإشاعات تنمو سريعا حتى صارت غابات متنوعة الجميع يتحدث عن الكورونا وما أدراكم رعب الكورونا الذي اتاح العالم وغف المعلم محجوب مستنيرا مع بعض الحضور يتحدث بالشرح الوافي عن فيروز كورونا سريع لعدوى وإنه إذا عانيت القحة وحمة عالية وصداع شديدا وألما في الحلق وفتورا حادا وضيغا في التنفس هذا يعني إنك أصيبت بالفيروز لا محال ومنظر هذا الشعب وهو مغمي عليه هو آخر مراحل المرض قبل الموت محذرنا الجميع وتوخي الحيطة والحذر والعمل بالإرشادات الصحية من تاريخ اليوم بالتباعد الاجتماعي تحدثت رابحة مع بعض جاراتها إنها تشب في وفاة الحج فهيمة بالكورونا إذا لم تفارق فارقها القحة والسعال طيلة أيامها الأخيرة هذا يعني إن كل أهلها والجيران وصيبوا بالعدوى أثناء العزاء في المخالطة الطفلة إن شراح التغط الكلام من قلب الحدث ورجعت إلى البيت وأخبرت أمها عن حديث رابحة كيف اتهمت موت جدتها بالكورونا ومياسر لبست سوبها مهرولة دفعها الغضب الأعمى جاءت وهجمت بشراسة على رابحة بلا مغدمات شكرا لك أستاذ إدريس علي دهامن الوكد لكن أكيد هو كان شبح الكورونا يعني باس الموجة الأولى شرفتك كثير بتوفيق إن شاء الله في مشروعك القادم كتابة القصة القصيرة شكرا جزيرا أستاذ إدريس علي بابكر وكل التوفيق لك إن شاء الله شكرا لكم ومن حين بحي كل الناس اللوكفت معي أسرة الكبيرة والصغيرة وكل الإصدقاء المهمومين بمشروعي الكتابي